تستقبل صومعة البهنسة بمحافظة المينيا مئة الأطنان من محصول القمح من المزارعين والموردين حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 60 ألف طن قمح وتضم نظم حماية وتأمين كامل هذا هو بلغة كميات التي تم توريدها من محصول القمح في محافظة المينيا منذ بداية الموسم حتى الآن 60 ألف طن حيث إن إجمالي المساحة المنزرعة يبلغ 243 ألف فدان جهود كبيرة تبذلها الدولة من أجل توفير القمح الذي يعد سلعة استراتيجية للمواطن المصري ففي محافظة المينيا تستقبل صومعة البهنسة وهي إحدى الصوامع التابعة للشركة المصرية للصوامع والتخزين تستقبل مئات الأطنان من محصول القمح من المزارعين والموردين حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 60 ألف طن قمح وتضم نظم حماية وتأمين كامل وتقع بالقرب من أكبر الحقول المنزرعة بالقمح في المينيا وقد تم تجيز 42 موقع تخزينيا للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين مع اتخاذ كافة التدابير لازمة لتسهيل أعمال التوريد احنا بنجيب قمح من الوادي الجديد بنورد هنا في اللفصة ومعطل بهنسة السنة اللي فاتت كنا جايبين 30 ألف طن والسنة دي إن شاء الله بإذن الله ممكن نعدي إن شاء الله بإذن الله الموسم مبشر وإن شاء الله ممكن نخش في 35 ألف طن برضو للسنة دي السعر كويس هذا وبلغت الكميات التي تم توريدها من محصول القمح في محافظة المينيا منذ بداية الموسم وحتى الآن 60 ألف طن حيث إن إجمالية المساحة المنزرعة يبلغ 243 ألف فدان إن شاء الله الخير سادي كتير الناس اهتمت بالأمحة أو السنة دي فربنا يكرمهم السنة دي سواء بالنسبة للسعر أو بالنسبة لكمية المحصول وتم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم حيث تتم متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المينيا من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشوال ترجمة نانسي قنقر